يسميه أو يطلق عليه البعض شعبوية وقد لا مكل كثير خلينا من مواقع التواصل الاجتماعي ربما أرأهم محترمة ولكن قد نصنفها في إطار ردود فعل عادية أو متكررة ولكن تصريحاتكم أثرت ردود فعل لدى المترشحين الآخرين يعني عندما عددت هذه التصريحات وجدت أكثر من على الأقل يعني أربع أو خمسة صريحات أثرت حفيظة المترشحين الآخرين ولنبدأها أولا من اللعبة محسومة وهذه اللعبة محسومة في واقع الحال قال البعض بأنها تشكل حتى عبئا على المترشح الحر عبد المجيد تبول لأن اللعبة محسومة بمعنى أنك تستبعد الشعب كفاعل أساسي في الاختيار ثانيا تشجع على العزوف الانتخابي ثالثا حتى في أنصار رئيس تبون الذي يترشح لعهدة تانية إذا ما اعتبروها محسومة كما تقول فلن يذهبوا للتصويت فالبعض قال المترشح عبد العالي حسن يعتبرها خطاب كراهية وتمييز والمترشح أو شيش يعتبرها شعوذة سياسية كيف تعلق؟ لا يشح نحترم كل الناس من حقنا نعملوا توقعاتنا ونعطوا آراءنا ومن حق الغير يقيم كما يشاء فأنا حر فيما أقوله وهو حر فيما يقوله وفي النهاية القرار للشعب الجزائري عندما رشحت حركة البناء الوطني المواطن عبد المجيد تبون كثير من الناس قالوا هذه مغامرة والرئيس لن يترشح ويستحيل أنه يترشح ولن تسمح له الجهة الفلانية والعلانية وكذا وبعد الرئيس ترشح نحن أولاد فرسان نحن حياتنا كلنا نحضره ونحن أولاد فرسان نحضره في السباق التعال الخير سباق التعال المهارة ومن الأباء انتاعنا من اللي يشوفوا يقولوا الفرس هذا هو اللي ناجح والمهري هذا المهري اللي راكبوا الفرس الفولاني ناجح أنا راح للسباق وندير في السباق ونقول لا لا أنا الفرس انتاعي عبد المجيد تبون وقلا يطلع الثالث من الروح الريح في دارنا أنا داخلهم راهن بأنه تكرر أن نذرك راهن نحن لا نشتع ريهن ريهن حرام ولكن التقديرات الناس اللي يعبون ريهن راهنوا عن الفرسان لأخير kavش كل يربح ولا ما يراهنوش راهن يراهنوا في الكورة واشكل للي يربح ولا ما يراهنوش لأنه هذه التقدير فإذا كاننا حياتي راني الآن فايت من من ستة وثمانين والمن الميرس السياسة ما أنا عارفش ظرك هذا الفرس هو اللي ناجح ولا هذا الفرس هو اللي ناجح خاصة اذا كان هذا الفرس هو المرشح اللي أنا دعمه اسم هذا الروح الريح في داري فلذلك عندما ولذلك أنا رأي تبعت إخواني وحاجة مليحة والله بارك الله فرصة فرصة أنهم يديروا ترشح مع رئيس الجمهورية والله إلا شيء فرصة أنا 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 ما صحت ليش هذا الفرصة في الفين وتسعة عشر كنت متمنى تسح لي ضد الرئيس بوتفليقة ما صحت ليش ولكن هذه فرصة لهم أنهم يقولوا ترشحوا ضد الرئيس هذه حاجة مليحة تسجل للإنسان هذه رقم واحد تريد أن تقول هذا إنجاز في حد ذاته سياسي ولكنهم سواسية في الانتخاب هنا لا أكيد أمام الشعب سواسية وأمام القانون سواسية ولكن أمام الخبرة والتجربة والتراكمية وحب الشعب وعلاقته بالمواطن والإنجازات هذا من حقك أن تقوله عن المرشح الذي تدعمه ولكن المحسومة تعطي الانطباع بأن اللعبة أو بأن العملية الانتخابية مصرحية وليست عملية الانتخابية حقيقية أولا قعلنا الكلام اللي قلته أنا اللي قلته قبل ما قالوه الناس قلت يعني الإشكال اللي رنا عايشينه شوية أن الرجل لا منافس له وكيف لهمو نفسه يعني كي تقول بلا هكا كوندرنا استفتاء سيد بنقرينا علش نديروا انتخابات وفيها مواطنة كيفاش استفتاء سيقا هون كاينزوج ترشحوا تقول لهم نحكم القائمة بصارك تقول باللي لني ما راح يديروا والو يعني هذا في قناعتي أنا بأنه لن يؤثر يعتبرني أنا راني غالت والتاريخ وبينينا يوم سبعة سبتمبر نشوفه النتاج فرق بين فرق بأنني أنا مراهن على فارس معين وداعمه أنا بما يملك من خبرة وتجربة وعلاقات ووووو إلى آخرين نتكلم على رجل نال في الانتخابات السابقة 51 أو 52 بالمية وحركة البناء بكل تواضع وضعف 28 وخمسين بالمية الانتخابات 8 وخمسين أما المشاركة كانت 58 بالمية وخمسين بالمئة وحركة البناء الوطني هي جزء من الداعمين له أخذات سبعة عشر بالمئة وجبهة التحرير وقوتها والتجمع الوطني ودقوته أنت تتكلم على أكثر بربما من ثمانين بالمئة من الكتلة الناخبة داعمة لهذا الرجل ناهيك عن الشخصيات والنخاب والجمعيات وووووو الى آخر